بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطرى بطيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية والموجهة لأبنائنا ذوي الطرى الطيف التوحد بإذن الله تعالى سيكون موضوع حديثنا معنى الطهارة وأهميتها في حياة المسلم معنى الطهارة وأهميتها في حياة المسلم المعارف التي سيتلقاها من خلال هذه المهارة أولا تنظيف الثياب من الأوساخ الوضوء من الطهارة إذن المعارف التي سيتلقاها أنه من المهم جدا أن يحرص على نظافة ثيابه كذلك أن يعلم أن الوضوء كذلك هو من الطهارة هذه هي المعارف التي سيتلقاها في هذا المعنى السلوكيات والأخلاق التي سيكتسبها أولا العناية بطهارة البدن والثوب ثانيا الاهتمام بالنظافة الشخصية إذن من المهم جدا أن يهتم بنظافة ملابسه أن يهتم دائما يكون يظهر بشكل مرتب ما حوله و يكون نظيف هذه هي السلوكيات و الأخلاق التي نريد أن يتحل الطالب بها إذن هي معارف يكتسبها يتعلمها الحرص على النظافة و أن الوضوء من الطهارة و كذلك يكتسب أنه يحرص دائما على نظافة ملابسه أنه يحرص دائما على نظافته و الشخصية يكون هذه سلوكيات ليس فقط معلومات يعني نحن نريد إيصال معارف معلومات يكتسبها و كذلك أخلاق يتحلى بها هذه المعارف بعد أن يتعلمها تكون خلق له يكتسبه ليس يعني لا أكتفي فقط بالمعرفة و الكلام النظري و الحفظ دون أن يتحلى الطالب بهذه الأخلاق إذن يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الموضوع أن يستشعر أن الله أمر بالطهارة ثانيا يبين أن الوضوء و إزالة النجاسة من الطهارة التي أمر الله بها ثالثا يميز بين الطهارة الواجبة و النظافة المستحبة رابعا تنظيف الثياب من الأوساخ إذن مهم جدا أن الذين توقع الأهداف والسلوكيات التي يتلقاها هي معارف يعرفها ثم يقوم بتطبيقها التطبيق إذن الأهم لدي في هذه المهارة همية الطهارة و النظافة أن دائما يظهر بملابس حسنة بشكل نظيف و مرتب و يحرص على العناية بملابسه و كذلك يعتني بنظافته هو الشخصية و يعلم كذلك أن الوضوء من الطهارة و فضل الوضوء و لكن هذه ربما نتحدث عنها بشكل أوسع في جلسات مقبلة إن شاء الله تتحدث عن الوضوء و لكن كلها تتعلق في جانب الاهتمام بالنظافة و المظهر هذه المعارف يجب أن يتحلى بها كسلوك ثم نبين له ما هو المعنى نشاهد أمامنا معنى الطهارة لغة النظافة و النزاهة عن الأقدار الحسية و المعنوية و معناها شرعا ارتفاع الحدث و زوال النجس و ارتفاع الحدث يحصل بالوضوء إذن هذه جميع معاني الطهارة التي أرغب بيصالها و هذه المعاني يكون مستحضرها سابقا كما نتحدث دائما يجب يكون لدي دائما هذه الكم من المعلومات الإثرائية عن أي مهارة أقوم بتدريسها لا أكتفي يعني لو أخذت المهارة كما هي سأذهب و أتوجه للطالب ممتاز شاطر مهم تكون دائما نظيف يا بطل خليك نظيف يا بطل خليك نظيف و أنت على قليك نظيف و تكون دائما نظيف لا يجب علي دائما أعرف جميع المفردات و جميع الأمثلة و السياقات لهذا المعنى حتى أستطيع إيصالها بصورة مناسبة مثل معنى لغة الطهارة و النظافة دائما تكون حتى من المعاني الحسية و كذلك و المعنوية حتى ألفاظ دائما تكون نظيفة أما في الشرع دائما يكون بالنظافة و إزالة النجاسة و إزالة الحدث يكون برفع الحدث يكون بالوضوء بأن يتوضأ و يصبح نظيفا و طاهرا هذه من المهارات التي يتعلمها و يتلقاها أبنائنا الطلبة الإسلام دين يهتم بطهارة الظاهر و الباطن فالإسلام دين يهتم بطهارة الظاهر و الباطن الطهارة واجبة أمرنا الله بها و الدليل قول الله تعالى و ثيابك فطاهر إذن كل هذه إذن هذا الكم من المعارف و هذه المعلومات يتعلق بالنظافة لنقول نظافة أن يحرص على نظافة بدنها أن يكون دائما مرتبا و أن يحرص كذلك على دائما نظافة الجسم و نظافة الملابس التي يلبسها مهم جدا أن يتلقى هذه كمعارف كمعلومات ثم يقوم بتطبيقها و تعلمها من خلال الأمثلة التي يشاهدها من خلال الصور التي نستعرضها له كل هذه توصل له هذا المعنى و توصل له هذه الفكرة على سبيل المثال بالنسبة لي أولياء الأمور بالإمكان دائما عندما أقوم بالشرح لأريد إيصال هذه المهارة بيان هذه المهارة و أنه دائما أريد من أن يحرص على الظهور بمظهر حسن الظهور بشكل مرتب دائما أنا أستطيع من خلال الحوار و المناقشة المباشرة و كذلك أن أضرب له الأمثلة من خلال أنا عندما أتحدث فأنا أبين له أقوم بالاستعراض ربما أقوم بنفس الملابس الشخصية لنفس الطفل يعني نفس ملابس طفلي إذا رجع يوم مثلا طالع من اللعب و جالس يلعب في التراب و توسخت ملابسه أنا أبين له أن هذا فعل خاطئ من خلال الحوار المباشر أن هذا الفعل خاطئ و يجب عليك الانتباه دائما لملابسك و ربما دائما أن أقوم بالحوار معه وأبين له من خلال مثال يشاهده أمامه المثال هذا أستطيع حضار دمية و تمثيل أمامه أستطيع أنا شخصيا عندما أقوم بالحديث المباشر معه أن أبين له ملابسي نظيفة ملابسي دائما أنا أظهر بلباس نظيف و مرتب ألفاظي عندما أتحدث فأني أحرص دائما على التلفظ بألفاظ الحسنة و الألفاظ الجيدة هذا مثال على النقاش و الحوار المباشر و ضرب الأمثلة دائما من المهم جدا حتى عندما يتلقى التعليم أن أتأكد أن المكان الذي هو فيه عندما أكون جالس و أحاول و أحاول و أناقش و نقاش مباشر لا يكون أمام شاشة الآيباد أو التلفزيون و جالس يشاهد برنامجه المفضل يجب أن أكون أعطي جزء من وقته و كذلك أبعد جميع المشتتات يعني لا يكون على الأيباد يشوف أفضل يعني الأناشيد الذي هو يبغي يشوفه من خلال اليوتيوب أو يشاهد برنامجه المفضل و أرغب منه أن يتلقى هذه المعلومة و يكتسب هذه المعلومة لا أبعد جميع المشتتات و أقوم بضرب هذه الأمثلة و النقاش و الحوار المباشر و كذلك حتى يستطيع فهم و استيعاب هذه الفكرة بوضوح و بشكل تاني إذن هذه هي بعض المهارات و بعض الطرق التي يستطيع من خلالها إيصال هذه المهارة و إيصال هذه المعلومة لأبنائنا ذوي اضطراب طيف التوحد ما تحصل به الطهارة تحصل الطهارة بأمرين هما إزالة النجاسة و الوضو إذن هذه هي أهم ركنين في بداية هذه المهارة أن الطهارة تحصل بأمرين هي إزالة النجاسة و كذلك الوضو لكي يكون طاهرا لكي يكون طاهرا فأنه يجب أن يزيل النجاسة النجاسة يزيلها يقوم بإزالتها و ألا يكون بقي على جسم أي من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضى بهذه يكون الذي سيصل به إلى الطهارة إزالة النجاسة والوضوء بذلك ارتفع الحدث ويكون طاهرا هذا هو المعنى الشرعي وكذلك المعنى المعنوي نرغب في إيصاله وهي طهارة البدن من الأقدار الحسية والمعنوية كذلك يكون طاهرا ونظيفا منها هذه هي من المعنى اللغوي وكذلك من المعنى الشرعي نقوم بإيصالها له وجعله يكتسب هذه المهارات إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته